كمان أعلن عن إصابة لاعب الأهل الموهوب الصاعد عمر سيد معوض تاني بالرباط الصليبي عمر سيد معوض كان بيقد التأهيل في النادي وكان بقيله عشر تيام يخلص البرنامج بعد الجراحة الصليبي ويسافر الريال بتيس الأسبان اللي تعاقد معاه لكن قدر الله وما شاء فعل وصيب النهاردة في نفس الإصابة بالرباط صليبي والحقيقة عمر كتب كلام على صفحته وبصورته أبدا لن نتوقف وقال كلام في منتهى الروح العالية أن المعارك الكبيرة بتفرض على الأقوياء وقال أنا راضي بالقضاء والقدر وحدى مرحلة تحدي كبيرة قوي وإن شاء الله تعالى راجعوا بقوة طبعا روح عالية جدا للاعب موهوب الأهل الده لفرصة للاحتراف الخارجي تعاقد مع ريا البتيس وكانت تفعل أنه يخلص برنامجه التأهيل هنا ويسافر لهم عرفت أنه هو حيسافر لدكتور آخر يعمل عنده العملية الجديدة وإن شاء الله تعالى يتأهل منها ويكمل حلمه إن شاء الله يعني هي نفس الإصابة القديمة في نفس الرجبة في نفس الرجبة شيء لكن نفس الإصابة ألا لا ده المهم قصي بص أنا ملاحظ حاجة معظم اللي جاتلهم والرباط صليبي ريجعتلهم ودي حاجة غريبة جدا رغم إن فيه تحوط جامد جدا دلوقتي في البرامج التأهيل إن ما حدش يرجع إلا ما ياخد وقته وإصابة بيرجعوا منها بالحمد لله أقوى من الأول لكن يعني هي عطلة لكن بإذن الله تعلموا منها الكتير وكويس قوي الروح اللي هو بيقابل بها الإصابة نجم صاعد ربنا بيختبره بدري بدري عشان يكون شخصية مملوقة بالتحدي والأمل والصبر والإيمان ترجمة نانسي قنقر